طيب لكن التشيرت حلو مبروك على النادي الاهلي التصميم الجميل ده والقميس الثالث بالنسبة للنادي الاهلي ماتش سيمبا تنزاني بالنسبة لنادي الاهلي ماتش مهم جدا جدا حقيقة النادي الاهلي بيعاني هيعاني فكرة ان اللعيبة تخلص المباريات بتاعتها مع المنتخبات المنضمين للمنتخب سواء بقى المحترفين او اللعبين الموجودين بالاضافة للاصابات اللي موجودة اصلا عندي النادي الاهلي فهيبقى في يعني تعب لكن نادي الاهلي متعود على كده عشان بس محدش نقول لا يعني احنا ندي عذر لنفسنا لا نادي الاهلي عنده هدف هو الفوز في كل المباريات بداية ببطولة زي كده وهي بطولة مستحدثة فكرة الحصول على اول بطولة في القرى افريقية بالشكل ده ويكون بطالة هو النادي الاهلي دي تكتب في التاريخ بالاضافة طبعا للمقابل المادي الحقيقة مقابل المادي محترم 4 مليون دولار فبالتالي لو دخلت خزينة النادي يا سلام حاجة جميلة تخش بقى على دور ابطال تكسبه تاخد الفلوس حاجة جميلة اكتر هو ده البحث بحث عن المجد والبحث على المادة اكيد طبعا جوا النادي الاهلي وبالتالي هو بيجيب افضل لعيبة عشان كده بنقول افضل سكوات في الاندية الافريقية في الوقت الحالي هو سكوات النادي الاهلي اللعبين الموجودين في النادي الاهلي بشهادة الجميع حقيقة بشهادة كل المدربين اللي موجودين في الاندية الاخرى ولكن هتكون فيه منافسة على الارض مهما كانت انت بتلعب اه انت عندك لعيبة كويسة لكن على الجانب الاخر كل فريق عنده طموحه وعنده قدراته والمباريات بتبقى خططه ونقول كده كل واحد عنده اسرار ان هو يفوز فطبعا الامور مش هتبقى سهلة مهما كان عندك لعيبة كويسة لانك ممكن في يوم من الايام ما يبقاش في حالتك ما يبقاش روحك المانوية عالية فالامور بتختلف بالنسبة ليه النادي الاهلي لكن النادي الاهلي في سبع لعبين عندهم اصابات ابرزهم يعني الاصابات اللي ممكن تكون محتاجة الراجل في فترة اللي جاية او في المطش اللي جاي امام عشور وبنتكلم ايضا اه اه يعني عمر السلية صلاح محسن متولي كريم ندفد كريم فؤاد دول كلهم مصابين بالاضافة طبعا لامام عشور ورمي ربيعة كمان لكن امام عشور رمي ربيعة يعني ممكن ممكن الحق ممكن لكن حتى الان دي الاصابات اللي موجودة داخل النادي الاهلي كريم ندفد عمر السلية طبعا كريم فؤاد صلاح محسن متولي وبالاضافة طبعا لرمي ربيعة اللي امامكم على شاشة في التوقيت الحالي دي اخبارنا الخاصة بالاهلي عندنا اخبار خاصة بالنادي الزمالك حقيقة الراجل سوريو حب النادي الزمالك يعني او الراجل متمسك قوي متمسك اه بنادي الزمالك يعني ما عندهش مشكلة انه يحصل على جزء من فلوسه عشان الامور تمشي وده مش معناه ضعف يعني او الراجل مش لاقي لا عنده عروض فيه عروض بتجيره من مضخبات ومن اندية الحقيقة وبتوصله لكن هو متمسك وعايز ايه نجح التجربة بتاعته مع نادي الزمالك وما كانت ان عبدالواحد بيطلع وبيتكلم عبدالواحد ساي طبعا وقولك الراجل بياخد نص مرتبه وده دليل على حب النادي الزمالك ده برضو شيء بيحسه مدير الكورة وبيحسه الزمالكوية اولاد نادي الزمالك اللي موجودين في المسئولات في التوقيت الحالي بقيمة الراجل واحساسه الحقيقي لدى نادي الزمالك بالتالي الراجل اللي من الفاته اخد جزء من مستحقاته او نص مستحقاته في الفترة اللي فاتت كان فيه ازمة بطالها اتنين لعيبة ازمة النادي الزمالك او ازمة الاثنين لعيبة احمد ايمان منصور واحمد اي الاثنين مضوا لنادي المصري بورسعيدي وهم طبعا موجودين وعليهم موقود مع نادي الزمالك وبالتالي نادي الزمالك او نادي المصري بيحاول يتواصل انه يتفاوض مع نادي الزمالك عشان يدي له فلوس وخلاص اللعيبة تبقى ملك للنادي المصري وتنازل نادي الزمالك على هذه القضية الحقيقة لكن نادي الزمالك متمسك بالمبلغ المقدر ب25 مليون جنيه عشان يتنازل عن الاثنين لعيبة دول نادي المصري ممكن يكون عرض اقل من كده بكتير على فكرة لكن هنشوف الفترة اللي جاية اتنين لعيبة لغاية دلوقتي ما لعبوش مع النادي المصري ما اتبعتتش البطاقة الخاصة بيهم لغاية دلوقتي فبالتاني ما بيلعبوش مع نادي المصري نادي المصري خاصران الاتنين لعيبة دول برغم ان هما مضوا لنادي المصري في التوقيت ده طيب عشان وقتنا لان احنا مقسمين الحلقة النهاردة لتالت اجزاء جزء كنت بحضراتكم فيها هو والجزء التاني دلوقتي